كلهم يتحمل مسؤولية هالي يعني مشوه اللي يقاعد سائرهما قاعدين يتناحروا يتقامروا لبعضهم كل واحد منهم يحبي يفك جزء من السلطة والهدف متاعه انه مشي يزيح طرف الاخر او يهمشوا وبتبات الحال رجل الغنوشي متحالف مع المشيش اليوم مع بعضهم ومن ناحية الاخرى قيس سعيد رئيس منها الجمهورية في وقت ما لو قات هكا ثم قطاعات من رأي العام ايا قالوا ربما الازمة تحل هو اتحاد الشغل طرح حوار وطني او ثم مقترحات اخرى من جهات اخرى سياسية خليت قابوا مع بعضهم احنا كونوا نقول لهم رأوا ما ظهرنا كان مش يصير الحوار وطني لانه ما ثماش رغبة من كل واحد منه والايام اكدت موقفنا هذا والاختير بالنسبة للحزب العمال الختير وكأننا بمختلف الاطراف هذه اللي متعاركة واللي متضاربة واللي متناحرة وكأننا معندهم قناعة في المدة الاخرى اللي الخلافات تمت تجي مش تتحل بوسائل سياسية والبسائل التحوار وينما بيكسر العظام وين نشوفوه هذا نشوفوه انو بتبعت الحال من ناحية رئيس البرلمان اكدت القانون تع المحكمة الدستورية حبت المياه واحدة وثلاثين في التصويت قيس سعيد موجت رضا في صبعه فيها اشارة ونجمو نحوك بالنسبة المشيشي ما انت مكش باش تصادق على تحوير الوزاري هاده نخدم باش تار روزارة والعالة تونو فرضها ما عليك من ناحية قيس سعيد محكمود السورية لا وانا انا مانيش مش ان مش مش نمضي باش تخرج فالرايد معنا هالرسمي ما جيوش قدامي باش باش تأديه اليمين واخيرا ولا الصراح وهنا يكي موتك الخطورة على الاجهزة واضح فما صير على الاجهزة قيس سعيد ولا الامن والديوان انتعي من ناحية راجل الغنوشي والمشيشي التعينات في وزارة الداخلية تعينات في وزارة معناها العدل وانت تعرف في المكان انتع وزارة الداخلية في تاريخ تونس احنا كان ديكتاتورية امنية بوليسية ما هوش عسكرية العصب انت على السلطة هي وزارة الداخلية الصراعات اللي قاعدة صايرها هذه مبيناتهم اذا اختيرة على تونس وعندها انتدادات خارجية زادا تم العنصر الخارجي لازم نقرأ وحسبه لانها الاطراف المتسارعة كل واحد منهم داخل في صراع اقليمي راجل الغنوشي المشيشي طب معه خطر فمتي منها تركيا فرنسا اللي توترت علاقتها فمتي منها تركيا قيس عيد مشى المصر وربما يمشي للسعودي ويمشي منها الامارات اذا ثم صراع محلي داخلي عنده امتدادات خارجية والاطراف الخارجية قاعدة تنفع زادا في الاتجاه تعملها الصدام وهذا مش غريب شو لي صاره البدان الاخرى فيما يسمى بالربيع عفهمت منها العربي الدفع نحو احترابات ما لها داخلية المسألة هدية حزب العمال يقول يجب ناخدها بجدية وانا كنهار كنت حدثت على انقلاب اي طرف منها مراو قادر يناجي نمشي فتنية هدية وانقلاب مش مدروره وعسكر راه وكرتوش بنعلي عمل الانقلاب بوحدة بشهادة انتع طبق غضوة الحية زاد ناجي ميعمل الانقلاب راو بتصويت البرلمان هذا شو معنى اهل معنى انتع ان يحبوا يزيحوا بعضها كل واحد منهم توا جاعد يحضر في روحه ويحضر في السلاح اللي بش يستعملو ضد الطرف الاخر حيث مش وقل انا اتحدث على نقول تفكير ربما في انقلاب رابطها بقيس السعيد بركة لا بكلهم ولا ولا انها هذاش جاعدها تعمل وقت في الاعلاقة بالتوظيف المحكمة الدستورية جاعدين يحبوا وظفوا المحكمة في انت منها الدستورية ولا من ناحية الاخرى جاءت ذاتك كيف كيف الاستيلاء على الوزارات تنحيط جماعة قيس السعيد في المعنى في الحكومة حطان اليد على الداخلية جيبان اللونجو وهذا اللي حطوها في المصالح المختصة اللي هي عندها مكانة مهمة جدا في وزارة منها الداخلية ما تماش واحد منهم راهوا ما تماش واحد منهم اللي كيفاش يقولوا فيها نفس مومنة وبكلهم جاعدين يتصارعوا وثمت انه عم الدفع عند الرأي العام انتع اصطفافاته جماعة مصطفين وراء الغنوشي المشيشي جماعة مصطفين ورقيس السعيد جماعة مصطفين وراء الحر الدستوري والحال وانه في هالظرف هذا انتع الازمة ومحاول الاصطفافات شو اللي قاعد ساير في البلاد او اللي يمنا نحن من الخطأ نحكو على راو سبب قانون تيخابي راو سبب نظام اسياس شو النية معناه شو معناه نظام سياسي نحب نظام رئاسي مثلا شو معناه قانون انتخابي نحب قانون انتخابي نطلع فيه كما في تركيا العتبة العشرة مش ثم حزب يحتكر هاو السؤال نطرح وانا تحب نظام رئاسي عايسي نظام رئاسي طيس سعيد رئيس شو برنامجو تونس عندو برنامجو تونس الرجل صلي اول مرة في التاريخ رئيس يقول لعندي برنامجو عندكم حاجة نظام برلماني النهضة عندها برنامجو تونس عشر سنين وهي تدجدك في تونس وتدمر في تونس ما تعمل العتبة؟ سيطرة النهضة مثلا نحكيلك او قلب تونس او غير شو برنامجو تونس اذا الازمة هي ازمة طبقة اجتماعية هي طبقة السماسرة اللي كانوا مع ابن عليه اما وقت ابن عليه كان هو يبوت فيهم بالعصاء بعد الثورة ثورة حمست في تغيير شكل السلطة السياسي مشينا من دكتاتورية من نظام السبدادي الى نظام تتوفر فيه الحرية السياسية ولكن البيه الفايدة القاعدة الاقتصادية الاجتماعية ما تبدلتش اللي يمصوا في دم التوانسة ما تداخلوا من الخارج بالعكس مصالحها مزادت قوات بعد الثورة علش مصالحها ما تمستش لانا الثورة ما كانش عندها قيادة سياسية مركزية وبرنامج مركزي وبقاع الالتفاف عليها من وقت هيئة من عشور من وقت هيئة من عشور باكت جاي بعد زادة نتع فيل ثماني نتعال الامريكالي نتعال الهناف من ناحل تونس اذا الطبقة نتعال السماسرة نحن نسموهم بلغة عالمة السماسرة واصلوا شادين السلطة واليوم اليوم شكون ما ما اسمعش اللي رأيه وليت حاجة من الحقائق البسيطة روان عشرين عائلة يحكموا في البلاد شادين البنوك شادين شركة تامين شركة الاتصال شادين الفضاءات التجارية فهمت يا ابنها الكبرى شادين التصدير منها والتوريد بالتواتقي مع بطبيعة الحال شركات ومؤسسات مالية اجنبية وعندك احزاب سياسية واغلبية سياسية موجودة في البرلمان او في الحكومة شاد الحكم تخدم في المصالح انتحها ما مسوش يبجشة فهمت يا لا 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 المصالح هذه فعلا اليوم المديونية مئة الف مليار تقريبا جدا ناتج المحلي معناها الخام 75% منه ديون خارجية وهي نسبة اذا تقارنها بدول اخرى نسبة كبيرة 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 برشة دي تشوفي الحالة انتع حالة انتع الدينار دي تشوفي المؤسسات القاعدة تسكر دي تشوفي العزة انتع الميزان التجاري حاجة مهولة معناها من في قرابة عشر سنينة تم حوالي مياة وخمسة وتسعين الف مليار مليم جيت شوفي الفساد جيت شوفي تدهور انتع الفلاحة تدهور انتع الصناعة تم ازمة خانقة اجتماعيا عندك رو مليون بطعة اقلوهن ثلاثة ملايين ومئتين الف فقير عندك شهريا وصلت مرات يوصلوا بالالاف الهجرة يفهمت من هالسرية عندك الكفاءات اللي جاعدت تخرج البرة عندك سنوين حوالي ما بين مياه ومعشرين الف تلميذ يغادروا المدرسة وهدهم كلهم يصبحوا بطالة اذا ممكن اذا مش نحكو على ازمة لهنا هي ازمة انتع اختيارات اقتصادية واجتماعية اليوم ماش يجو يعملو هما هي وضوى انهم يقع تقييم الاختيارات هذه الوسطة الهناء شي يقولو والهناء الاختر والهناء العقلية الدكتاتورية الاستبدادية بتاع صندوق النقد الدولي وتاع الخدمة انتعه في توس لا روما عنا حتى حل اخر هذاش قاعدين وانتي توكنت طرح لي في السؤال ما عنا حتى حل اخر سواء ان مشو صندوق النقد الدولي قيبشو صندوق النقد الدولي روما عنا حتى حل اخر سواء ان نرفع الدعم تخوصوا المؤسسات ننقصوا في كتلة الاجور ونسكروا الانتدابات قولي ما عندك حتى حل اخر الا انك تمشي صندوق النقد الدولي اقولك غالب مصحيح ما عندك حتى حل اخر اذا تحب تواصل تخدم اك العائلات المتنفذة في تونس انك تواصل تخدم الشركات والمؤسسات المالية الاجنبية اه وقتا ما عندك حتى حل اخر ام اذا تحب تخدم تونس وشعبها عندك حل اخر شو هو الحل الاخر هو الحل الوطني اختيارات اخر جديدة عليش قايمة الاختيارات الاخر جديدة قايمة على السيادة الوطنية الساعة تأميم ثروات تونس مش تتقاش من هو من بره تأميم القطاعات الاستراتيجية إلغاء المديونيين نعم إلغاء المديونية وخاصة المديونية الكارهة شبه من امريكان وقت اللي يبقى حتل العراق جاءوا الروسيا والدول الاخر اللي يسألوا صد للنظام تعالى الراحل صدام حسين قالوا لهم في نوستان قالوا لا هذه كمديونية كارهة شبه الاكواتور بلاد صغيرة فيها ستة ملايين على عشرة مليار دولار الغاد ستة مليار دولار برئيس كان يخدم فيه مؤسسات كوريا كان يخدم فيه مؤسسات مالية معناها الدولية علش ما ثمش خيار آخر اللي هو اسمه إصلاح زراعي لتونس خمس منين وثلاثمائة ألف وقتار فيهم مليون وقتار ملوح بور وشبابك قاعد ملوح من خموش فيه الشيطة تعالش من خموش فيه لانم يرعوا فيه مصلحتك الصمصار اللي يجيه في المواد الغذائية من بره بشبطي بيع كي ما صار في الجمح عمت لي جاء سابة عمناول قلت عمناول جاءت سابة قاموا جمعة مجالوك الجمحة لكنا مش يجيبوهم من بره البطاطا في جندوبة تتلوح والبطاطا تجيك من تركيا واهلهم مجره الصناعات انتاعنا منح موهاش علاش لانه السمصاري يحب يجيب صناعات من بره ما يهموش في فلاحة بالعكس من مصلحته بشتفلاحة فيه تونس تدكدك من مصلحته بشتصناعة فيه تونس تدكدك مش هو يبقى يجيب منظومة جيبائية عادلة بيخموش فيها منظومة جيبائية عادلة على قاعد الضريبة التصعودية على الضروة والمدخيل منغة طبيعي جدا وقتها منجمشي يخمملك فيه تعليم مجاني وراقي يخمملك فيه تعليم مجاني وراقي يخمملك في الخوصة انتاع المعرفة تعال تعليم اللي هي حق انساني اولي الصحة هانش شوفوا فيها في الكورونا الصحة تولي سلعة تولي فلوس ما عادش قيمة انسانية وهلوم مجرأ هذا ما يخمش فيه جملة اذا هو ما عنده حتى حل في طار الاختيارات انتاع وانتاع بيعان لبلاد يزم يواصل بيع البلاد لكن الحل الوطني موجود المباشر ايلا تقولي يحمل همامية طرح في حزب العملة ذا اصلاح زيراء وهات انتع مرحلة حاول نحكي لك انا في المباشر عنا عندهم اليوم حلول في المباشر حاولي حاولي حداشن الف مليار توصي وعلى وعلى ثلاثة معنى مرات ايه ايه باه تعرفي تهرب الجبائي قداش في توص تهرب الجبائي كان الدولة تسترجع فلوسها تهرب الجبائي يقدرون الخبراء ما بين 10 الاف و 15 الف مليار تمشكون نقول 10 الاف تمشكون يواصلها حتى ال 15 الف الديون المتخلدة لدى الديوانة قربت 10 الاف مليار نعطيك حاجة اخرى المديونية ما رو من حق تونس يا سيدي حزب العمال طرح الالغاء احنا طرحنا ما قلناش الغاء في المباشر علق دفع المديونية رو حق من حقوقك حزب العمال حزب العمال قاعد يقدم في برامج دفعنا نتفقوا على هذه الساعة البرامج هذه ما تعجبش اللي قاعدين يبيعوا في البلاد الحاجة الثانية كيفاش حزب العمال مش حزب العمال ما هوش فاعل شكوم قاعد يخرج للشارع ولا ما يتشافش حزب العمال اما يتشاف اللي قاعدين تعارقوا في البرلمان ولا تطلعوا البرلمان محكم من دستورياش قالت عليها قالت طلعوا بالفنوس الاجنابية وقالت ثم مع حوالي تسعين نايف البرلمان مفروض رام في الحبس وين هو الاعلام في هذا؟ لانه الاعلام في حد ذاته العب دور خطير على تونس وقت يكن يصفق للشاهد ويصفق للنهضة ويصفق لسارقة الأصوات معناها نتعتوانسة ويصفق لبعاد ذي من معناها نتعتوانسة غالبية للوسائل الإعلام كل وسيلة ولا وسيلة الإعلام مربوطة بحزب ولا مربوطة بمترشح مهوش الكل مناقصة الصحفيين اللي هنا هداكا ما يتشافش اما حزب العمال ويخسر الانتخابات انهي الانتخابات لخسرها حزب العمال انتخابات فازلة واليوم تأكد وأنها فازلة حزب العمال اولا موجود في الواقع ويجاعد ينشط ما يتشافش يعني اليوم الاعلام خلنا نحكو بشكل صريح الاعلام باركين عليه المافيات واللوبيات كل واحد وسيلة الاعلام انتعوا احنا مرات يقولون وين كن في الاعلام وسكاي نيوز تابعة شكون والتاسعة تابعة شكون والوطنية تابعة شكون ونسمة تابعة شكون هداي نحن اروا الكلام نوعية الكلام هذا اروا معاش الاثر فيه انتعرش علاش وقت بن علي نحن نقوم وبذد بن علي بن علي قرم هم عن النهضة نحن نقوم وذد النهضة جمعة النهضة يقولوا هم عن بن علي احنا حزب العمال يتبع في طريقة مستقلة وقت نمشي لوسيلة اعلام حاسبني اش قلت مشيت كنها الجزيرة مباشرة وقلتوا بكلهم ينبغي ان يكلسهم الشعب التوسي النهضة وحول فاقها والمشيشي وقايس سعيد منظومة ككل اما هم ما يشوفوش دي ما عسي على شكون الدستور الحر مش يحطين دروس وقال للنهضة مش تحطين دروس واللي جمعت قايس سعيد مش يحطون دروس في الوطنية يمشوا نشوف وهمها من الساعة المبادرة الوطنية قاعدة صايرة وقاعدين نحبوا نحنا نستفيدوا من تجربة الجبهة الشعبية صارت اخطار الجبهة الشعبية وقاعدين نحبوا اختيوة اختيوة طوي اليوم بالله لحد قمنا بأعمال مشتركة برشة اعمال مشتركة وقاعدة صايرة طوي نيقاشات وسعي لأعمال مشتركة صحيح وان الكورونا حبست برشة حاجات خرتها في واحد مي كنا نوين نعملوا مع بعضنا وحتى قبل واحد مي كنا نوين نعملوا حاجات مع بعضنا ولكن اليوم ثم الضغط شوية الضغط الوضع الصحي ولكن احنا مؤمنين في حزب العمال وانه مش رغبة ذاتية من حزب العمال الواقع يفرض العمل المشترك يفرض العمل المشترك الساعة ما بيننا الشعب التونسي ما بين الخدام والفلاح والتاجر والبطال والاعلامي والاعلامية والمثقف والمبدع ما بيننا انساء والرجال الشباب يفرض عمل المشترك لانه الغالبية على الشعب التونسي مستهدفة من طرف مضومة الحكم هذه ومن ناحية اخرى هالاطراف تقدمية سيدي يتفكوش على نقطة واحد يخلي يخدموا على نقطة ماناش طلبين نحنا برنامج كبير وطويل وعريض فهمتين كل شي خلنا تصداول اليوم لاجراءات صندوق النقد الدولي نتصداول بيها عن البلاد نقيتة السيادة الوطنية اللي هي اولوية اليوم بلادنا جاعدة باع بلادنا جاعدة ماشية ويبيع فيها هم فرحانين ويقولوا معنا حتى حل اخر الزعمتية كانك علينا مني اعتبر جوحي زعية فهمتين وعمري مطلبت اني مش نكون زعي وليع المكانك على جبه الشعبية هم موجودين من 2014 حبيت نخرج من الناتقى الرسم من 2014 قلت الميزي باجماعي يهم قالوا يركع انصر منتع توحيد اقعد معنا اذن هل مش كولت راي زعمتية وراي لتغطيت حاجة اخر لبه الفايدة راي الخدمة المشتركة وغيرها تعمل على السياسة والسياسة راي برنامج هاتوا الناقش والبرنامج وبره تزعم ولا بره اعملش مش تعمل